نروح الجزء يعني بعيد شوية مش بعيد اوي لان فيه طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح وزي ما بقول لحضراتكم تجديد لمحمد صلاح يعني لها صوت يعلو داخل اروقت نادي ليبر بول على صوت تجديد عقد محمد صلاح حداف الفريق يمكن ادارة النادي الانجليزي بتبزل جهود كبيرة جدا من اجل التواصل او الاتصال بين محمد صلاح والتواصل مع محمد صلاح لاتفاق على تجديد التعاقل حضراتكم عارفيني محمد صلاح عنده عقد مع ليبر بول بينتهي في يونيا 23 الغاية دلوقتي محمد صلاح يعني في عقده بيحصل على 200 الف جنيه استرليني اسبوعيا وطبعا بيسعى ليبر بول منذ فترة طبعا لتمديد عقد محمد صلاح وكان فيه يمكن اخر الاخبار اخر تقارير وصلت من انجلترا بتكشف ان اللاعب بيشترط على ليبر بول او بيطلب من ليبر بول بلاس يشترط داية بيطلب من ليبر بول ان عقده يعني يرتفع ويكون عقده يعني 500 الف جنيه استرليني اسبوعيا للموافقة على التجديد فيه شبكة طبعا فوتبول انسايدر دي يعمني احد المواقع في انجلترا قدمت تقرير النهاردة كشفت فيه ان ليبر بول بيسعى لتجديد عقد محمد صلاح بحلول شهر يناير اللي جاي بالرغم من بعض الخلافات في الامور ما بين الجانبين طبعا على النواحي المادية لكن محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكو يعني بيحاول يجددوا العقد ان شاء الله باذن الله ومن خلال هذه الجريدة او هذا التقرير قال ان محمد صلاح ستصل قمته او عقده هيوصل لمية وسبعتاشر مليون جنيه استرليني في معدل اربع سنين ايه بمعدل خمسمائة الف جنيه استرليني اسبوعيا وده اللي طلبه محمد صلاح طبعا التجديد لمحمد صلاح تاني هارجع واتكلم حضراتكو فيه لان اتكلمت فيه فيه عناصر كتيرة جدا بتتوقف على تجديد محمد صلاح منها طبعا ما شاء الله هو بيقدم مستويات اكتر من رائعة بعض اللاعبين في المواقف الزيديت بيكون شوية في تفكير في العقد التجديد فبينزل مستوي محمد صلاح ما شاء الله هو سايب كل ده بره الملعب ولكن جوه الملعب بيقدم مستويات رائعة وبيحرس اهداف بالجملة في الدورة الانجليزية والشامينز ليج وبالتالي هو بيضع الضغوط على ادارة ليبر بول وبيزبط لهم انه هو فعلا احسن لعب في العالم ويستحق ما يطلبه التجديد هيتم ان شاء الله في شهر يناير بنقول يا رب لان في اعتقاد الشخصي هو ليبر بول هو النادي الافضل لمحمد صلاح للاستمرارية في التوهج وفي التهديف وفي كسر الارقام القياسية لان ليبر بول اعتقد بقى يعني علامة مميزة لمحمد صلاح وكذلك اكيد محمد صلاح بقى علامة مميزة وتاريخ وخلاص بقى محمد صلاح تاريخ اتكتب فيه طبعا النادي العريق نادي ليبر بول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة